ما يحدث في غزة من قصف وتدمير وقتل وتهجير ومحو للإنسان والإنسانية يعيد للذاكرة ذات المشاهد الوحشية عند احتلال العراق في 2003 وما بعده ووقف العالم حينها كما يقف اليوم متفرجا على أشلاء الأطفال وهي تتناثر بقنابل المحتلين مكتفيا بالشجب والاستنكار وعقد المؤتمرات غزة وأخواتها من المدن العراقية يتم التعامل معها باتباع سياسة الأرض المحروقة وتكتيكات حصار المدن وقطع الإمدادات لمحوها وسلب هويتها بحجج واهية متكررة لا تخفى على كل ذيل كما هو حال أهل غزة الذين تهاوت عليهم سقوف بيوتهم بصواريخ الاحتلال فإن ثمت جثثا لأهل الموصل ما تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها القوات الحكومية والتحالف الدولي وهي تضم العديد من المقابر الجماعية بحسب مديرية الدفاع المدني بمدينة الموصل لافتة إلى أن عدد الجثث التي تم انتشالها منذ أحداث الموصل وحتى اليوم يقدر بالآلاف مراقبون أكدوا أن المشروع الهيراني الأمريكي في العراق يتطابق مع المشروع الصهيوني في المنطقة من حيث التوسع والتدمير ومحو هوية الشعوب ونهب خيراتها وتحقيق التغيير الديمغرافي بحسب مصالح الاحتلال وحشية الاحتلال الصهيوني في تدمير غزة يتطابق تماما مع تلك الوحشية التي مورست في الهجوم على الفلوجة وتدميرها والانتهاكات التي حصلت في الموصل صلاح الدين كاركوك والأنبار وديالة وغيرها من المدن المنكوبة والتي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء وتهجير الملايين على يد الاحتلال الأمريكي الإيراني وأذرعه الميليشيوية على مرأة ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنة ترجمة نانسي قنقر